اشتركوا في القناة لجنة التحكيم الدولية الخاصة بالجائزة التي اختارت مؤسسة ادهي بعد عدة تصفيات بين مترشحين من مختلف دول العالم وكانت الامانة العامة للجائزة بتعاون مع لجنة التحكيم قد اجرت بحثا ميدانيا مكثفا تناول مواقع عمل المؤسسة والاطلاع على اساليب تقديم خدماتها والتحقق من منجزاتها والمعلومات الواردة في سجلاتها جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس امناء جائزة عيسى لخدمة الانسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس امناء الجائزة بقصر القضيبية صباح اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الاول لرئيس مجلس امناء جائزة عيسى لخدمة الانسانية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عضو مجلس أمناء الجائزة وقد ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة كلمة بهذه المناسبة قال فيها نستذكر بتقدير وإجلال تلك الروح الكريمة الخيرة لسمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه والذي أنشأ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الجائزة باسم سموه لتبقى شعلة الخير مشتعلة احتفاء بما يسهم في خدمة البشرية وأضاف سموه أن مجلس أمناء الجائزة عمل خلال دوراته على استكشاف الأعمال الإنسانية على الساحة الدولية وبالذات ما هو متميز منها وبعيد عن الأضواء وها نحن اليوم نستكشف جديدا ممن هم جديرون بالاهتمام والدعم والمساندة لنسلط الضوء على الجهود الخيرة التي تضع المحتاجين من البشر كلهم في مرتبة واحدة دون تفريق بين أي نوع هذا وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي مرفقة بميدالية من الذهب الخالص وشهادة تقديرية عليا تسلم في احتفالية ملكية كبرى يشرفها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه تقام في شهر نوفمبر من العام 2019 وتحضرها شخصيات عالمية شهيرة إلى جانب يفود رسمية وأهلية ولاضطراد النجاح الذي حققته جائزة عيسى لخدمة إنسانية في دوراتها الثلاث الماضية بالكشف عن أعمال وجهود إنسانية بالغة التفرد والتميز احتلت الجائزة مكانة مرموقة بين الجوائز العالمية مؤكدة انفتاحها الإنساني على مختلف الأجناس والأديان واقتصارها على الخدمات الإنسانية المحضة وكان صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد أنشأ هذه الجائزة التي تمنح كل سنتين مرة في العام 2008 تخليدا لذكرى والده سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وخص بها المشتغلين في مجال الخدمة الإنسانية من من تتميز أعمالهم وتتفرد بمنجزات غير عادية بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم وأشكر حضوركم نلتقي اليوم لنستذكر بتقدير وإجلال تلك الروح الكريمة الخيرة لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آن خليفة طيب الله وطراه والتي أنشأ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه الجائزة باسمه لتبقى شعلة الخير مشتعلة احتفاء بمن يسهم في خدمة البشرية ولقد عمل مجلس أمناء الجائز خلال دوراته على استكشاف الأعمال الإنسانية على الساحة الدولية وبالذات ما هو متميز منها وبعيد عن الأضواء وها نحن اليوم نستكشف جديداً ممن هم جديرون بالاهتمام والدعم والمسالنة لنصل التضوء على الجهود الخيرة التي تضع المحتاجين من البشر كلهم في مرتبة واحدة دون تفريق من أي نوع لقد قرر مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الجائزة منح مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية جائزة عيسى لخدمة الإنسانية للدورة الرابعة لسنتيها 18-19 بتوصية من لجنة التحكيم الدولية الخاصة بالجائزة التي اختارت مؤسسة إدهي من بعد عدة تصفيات بين مترشحين من مختلف دول العالم وكانت الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع لجنة التحكيم قد أجرت بحثاً ميدانياً مكثفاً تناول مواقع عمل المؤسسة والاطلاع على أساليب تقديم خدماتها والتحقق من منجزاتها والمعلومات الواردة في سجلاتها وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي رفق ميدالية من الذهب الخالص وشهادة تقديرية عليا تسلم في احتفالية ملكية كبرى يشرفها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر